النمسا تمنح الأدوية مجانا لغير المؤمن عليهم في نظام التأمين الصحي إذن يعني بصراحة هذا خبر رائع قدم نواب أحزاب الحكومة النمساوية لهم مشروع قانون في البرلمان يسمح للصليب الأحمر النمساوي بتوزيع الأدوية مجانا على الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي وتقدر المنظمات الاجتماعية للأشخاص المتضررين حاليا في النمسا بأكثر من خمسة وعشرين ألف شخص يشمل ذلك الأشخاص المشردين والأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة ساري المفعول كما أوضحت المنظمات في بيانة لها وقال وزير أشياء الاجتماعية والصحة يوهان سراوخ يعيش العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي في ظروف صعبة وهم بحاجة مساء يعني بصراحة هذا قرار جيد جدا وأي شخص هنا عنده مشكلة عنده مشكلة طبية لا يملك تأمين صحي بإمكانه اللجوء إلى الصليب الأحمر والحصول على العلاج المناسب طبعا أكيد ضمن وصفة طبية ضمن آلية معالجة تخضع لمؤسسة الصليب الأحمر فبالتالي هذه دعوة لكل من ليس لديه تأمين صحي وعنده مشكلة بتأمين أي دواء على فكرة حتى أي دواء ممكن إذا التأمين الصحي نفسه ما بيغطيه بإمكانه يلجأ لإلهم ممكن أنه يساعدوه بتأمين هذا العلاج